أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة عدم قبول العالم لاستخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير وجدد تأكيد مصر على الرفض التام للتهجير القصري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء كما شدد سيادة الرئيس على أن التهجير القصري ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة لفتاً إلى أن تصفية القضية الفلسطينية لن تكون أبداً على حساب مصر العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير وقد أكدت مصر وتجدد التجديد على الرفض التام للتهجير القصري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء إذ أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة وإهداراً لكفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع الأحرار في العالم على مدار 75 عاماً هي عمر القضية الفلسطينية ويخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني من يظن أن هذا الشعب الأبي الصامد راغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف كما أؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري فرداً فرداً إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وفي كل الأحوال لن يحدث أبداً على حساب مصر